أهلاً أبطالنا أبطال السادس العلمي ربعاً قبل كل شيء اتأكدوا منه أنه أنتوا أبطال وأنه أنتوا ما دام الحدهسة أنتوا جاي تقرون ومتواسطين بدراستكم فاتأكدوا مبقى إلا القليل لهواي خلصناه وبقى القليل إن شاء الله شباب اليوم محاضرتنا بتحكي على الفصل الثامن وبما أنه إحنا واصطين الفصل الثامن يعني أنتوا أبطال يلا شباب محاضرتنا تحكي على الفصل الثامن الفصل الثامن الأطياف والليزر اسمه الأطياف والليزر الفصل الثامن اسمه الأطياف بعد والليزر هذا هو الفصل الثامن يعني عندنا موضوعين راح ناخذ موضوع الأطياف بعدين نروح إلى موضوع الليزة يعني عندنا موضوعين بهذا الفصل الأول الأطياف والثاني الليزة زين قبل ما نروح الموضوع الأطياف وقبل ما نروح شلون الذرة تبعث طيف أو شلون الضوء يبعث طيف احنا عندنا لازم ناخذ النظريات الذرية فمقدمة هذا الفصل هي على النظريات الذرية اللي انتم ماخذوها نظرية دالتون ونظرية ثومسين ونظرية راذرفورد ونظرية بور وهو نظريات المهم احنا راح ناخذ ثلاثة من عندهم اللي هو الثومسين وراذرفورد وبور تمام؟ أظن اللي ثلاثة نظريات نظرية التركيب الذري يعني شلون تركبة الذرة واضح؟ نظرية شلون تركيب الذري يعني الزرة كانوا شلون يعتقدون شكل هي؟ شلون هم ركبوا هاي الزرة؟ بعض الزرة أو التركيب الذري أو يعني شلون تركبة الزرة؟ ثومسين اش قال؟ بعض شلونay؟ ديTT أش قال؟ قال يا باس؟ hanno مو عندنة الزرة هي galaba؟ li o shre hoch قالوا له valores.. قالا لهم هاي القرى مصمثة يعني شنو مصمثة ؟ يعني الصلبة مابيها فراغات مابيها ولا فراغ مصمثة مصمثة معنها مابيها فراغات قلهم الذرة عبارة عن كره مصمته كره مصمه متناهية في الص غر موجبة Leshno الذرة عبارة عن شنو كره مصمتة كره صلبة متناهية في الص غر صغيرة كلش وشحنتها موجبة ينالة زين وقال الألكترونات السالبة تتوزع داخل الذرة يعني الألكترونات مو تدور حول النوات لا تتوزع شي داخل الذرة واضح؟ إذن إحنا نرى شنو؟ هذا نموذج ثومسين ثومسين إيش قال؟ قال يا أبي الذرة عبارة عن كرة مصمتة متناهية في الصغر موجبة الشحن عبارة عن شنو؟ كرة مصمتة متناهية في الصغر موجبة الشحن هذا من هو؟ ثومسين إيش قال ثومسين؟ قال الذرة عبارة عن كرة مصمتة متناهية في الصغر موجبة الشحن زين بعد اش قال وراها قال يا ابا تدور حولها تدور او العفو تتوزع تتوزع فيها الالكترونات او تتوزع الالكترونات السالبة تتوزع الالكترونات السالبة في داخل الذرة اذا اش قال ثومسين قال يا ابا الذرة عبارة عن شنو كرة مصمتة طوبة صلبة كرة مصمتة متناهية في الصغر موجبة الشحنة تتوزع في الالكترونات تتوزع الالكترونات السالبة في داخل الذرة تمام هاي منو هذا ثومسين ايجي ورا راذر فورد راذر فورد اش قال باعه قال يا ابا تارى ثومسين خطئ قلنا لازين شلون خطئ شون ثومسين خطئ قال انا اثبت لكم هذا الشيء يا ابا شلون باعه جاب 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 صفيحة من الذهب جاب شنو صفيحة من الذهب هذا من هو راذر فورد كمام جاب صفيحة من مين من الذهب وش قذف بيها قذف بيها الجسيمات الفه جسيمات اشعاعية اشعاع فوتونات قذف بيها هاي الفوتونات اشعاعات الفه اش لقي لقي جزء من هاي الاشعاع جاي يطلع من الجانب الثاني يعني شنو قال لهم باعه قاني مون قذفت منا اشعاعات الفه قلو لقي قال لهم طلعت جزء من الاشعاع من ناني من الجانب الثاني قلو لقي يعني شنو قال لهم معناه الكورة مو مو مصمتة مو عبارة عن كورة مصمتة يعني هو مهامش قال عبارة عن شنو كورة مصمتة يعني كورة صلبة ما بيها اي فراغات تبا هذا قلو معناها لا بيها فراغات والدليل على الفراغات اكو جزء من الاشعاع اطلع من الجانب الثاني باعه قلو لقي والله صدق هذا يقول شنوه هذا يقول مصمتة اذا مصمتة المفروض كل شي ما يطلع من الجانب الثاني اذا الذرة بيها فراغات قلو لازين انت ش تقول راذرفورد قدك اقتراح على الذرة قلو مي انا راح اجيبها غير نظام الذرة كله قلو لاشلون قلهم الذرة عبارة عن نوات 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 موجبة متمركزة في وسط الذرة عبارة عن شنو نوات موجبة متمركزة في وسط الذرة عبارة عن نوات وهي النوات موجبة وبوسط الذرة قالوا لا زين وتدور حولها الالكترونات سالبة الشحن ذرة عبارة عن شنو نواة موجبة نواة موجبة الشحن متمركزة وين في وسط الذرة عبارة عن عبارة عن نواة موجبة شنو الشحن متمركزة في وسط الذرة هاي مينو هاي النواة اطبعت وتدور حولها الالكترونات سالبة الشحنة قلوا له زين يعني هذا النموذج اللي إيسا احنا نعرفه نوات والكترونات زين قلهم باعوا لازم اكو فراغات شوفوا بين غلاف وغلاف اكو شنو فراغات هاي الفراغات راح تعبر جسيمات ألفة طلعت من الجانب الثاني ولا احنا ثوم سنة ذا نعتمد عليها كل كرة مصمتة كرة مصمتة عكوش ما يطلع فارغة والله باعوا عليها قلولة راذرفورد عندناش كم سؤال قللهم يسئلوا قلولة احنا اذا جاوبتنا على هذن لش كم سؤال احنا راح نغير الفيزياء والكيميا كلها على اساس النظرية ماتك لأن احنا كنا نشتغل على اليمن على ثومسن احنا جيتنا بنظرية جديدة سقط الثومسن احنا ثومسن خلاص خطأ بعد ما ينصن اشتغل عليها انت جبتنا نظرية جديدة زيان خباش العقبة هم ما تطلع بيها خلل لا خلنا ننسيلك اش كم سؤال قاعدوا راذرفورد قدامهم قاعدوا العلماء قلولة راذوري قللهم ها قلولة هذا الالكترون بس بالكم يمي بالكم يمي قلولة هذا الالكترون مني يدور حول النواة راذوري حبيبي راذوري ابرادر هاذا الالكترون مني يدور حول النواة يغير اتجاه حركته لهم يغيرها لهم يغيرها مرة نلقا بالشمال مرة بالشرق مرة بالجنوب مرة بالغرب يدور قلولة زيان هسا اتا شا تقول تقول بانه هاذا الالكترون يغير اتجاه حركته اوكي زيان راذوري الالكترون مني غير اتجاه حركته يمتلك تعجيل لو ما يمتلك باضع ذكر الموضوع ما التعجيل قلهم ايه يمتلك قلهم ليان احنا نعرف التعجيل اي شي يتسارع يتسارع انت تعجيل تسارعي واي شي يتباطئ يصير عنده تعجيل تباطئ واي شي يدور بمسار دائري يفتر بمسار دائري يمتلك تعجيل مركزي يلو لازين هسا انت تقول دا يغير اتجاه حركته يقول لهم ايه بابا تباطئ على سئلة ما لاتهم راذوري ابو الراذار الالكترون مني يدور يغير اتجاه حركته يغير ايه يغيرها زين اذا غير اتجاه حركته راح يمتلك تعجيل لو ما يمتلك ايه يمتلك تعجيل اوكي زين قلو لازين راح نسئلك سؤال هذا السؤال من الفصل الرابع للسادس علمي من الفصل الرابع ما لاتكم سئلوه سؤال قلو ما سئلو انا قدامكم عالم سئلو قلو ل ما اصل نشوق الموجات الكهرو مغناطيسية ما اصل نشوق الموجات الكهرو مغناطيسية شنو اصل نشوق الموجات قلهم من الشحنات الكهربائية المعجلة هابو وكيته من قلني يوه بالبداية صار الكهرباء لو المغناطيس البيضة من الدجاجة لو الدجاجة من البيضة اخير ش استقرريني بانه هي الكهرباء بالبداية فاضح المهم هذا السؤال ما اخذي من الموجات الكهرو مغناطيسية الفصل الرابع ما اصل نشوق الموجات الكهرو مغناطيسية قلهم شحنات كهربائية معجلة قلولا رذوري انت شبه قضى على النظرية مالتك قلهم ليش قلولا اوقف هس انت قلت يغير اتجاه حركته ويمتلك تعجيل قلهم ايه يغير اتجاه حركته ويمتلك تعجيل قلهم قلولا زين من يمتلك تعجيل هذا التعجيل هذا من يدور حركة دائرة رح يمتلك تعجيل هاي صار شحنة شنو معجلة قلولا زين من يصير شحنة كهربائية معجلة يعني راح يبعث موجات كهرومغناطيسية لان اصل نشوق الموجات الكهرومغناطيسية هي من الشحنات الكهربائية المعجلة قلولا قلهم ايه قلوا قلولا زين اذا ابعث موجات يعني دي يبعث طاقة قل لهم اوه صدوق اذا ابعث طاقة يعني راح يتخذ مسار حلزوني يقترب من النواد وسقط بالنواد ايه ويقوم يفقد 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 واني وقع بالنواد ايه نعتذر منك نظريتك فاشلة لماذا فشلت نظرية راذرفورد لماذا فشلت نظرية راذرفورد السببين فشلت السبب الاول خلنا جعل السبب الاول فشلت السببين سبب الاول شنو قال لول راذرفوري الاول الكترون من يتحرك يغير اتجاه حركته لول قالوا من يغيرها عند حركة الاول الكترون او عند دوران دوران الاول الكترون حول النواد سوف يغير اتجاه حركته باستمرار او اغير اتجاه حركته قال راذرفوري سوى الاول راذرفوري الالكترون من يدور يغير اتجاه حركته لو لا لهم يغيرها قال لولا زين من راح يغيرها شراح يمتلك قال هم تعجيل مركزي لذلك سوف يمتلك شنو تعجيل تعجيل مركزي يعني يصبح شحنة معجلة قال لولا تمام قال هم ارجع للفصل الرابع ارجع للفصل الرابع الشحنة المعجلة الشحنة كهروائية معجلة اشتبعث اه ووفق قال لولا ووفق النظرية الكهرومغناطيسية الكهرومغناطيسية سوف يفقد منه الالكترون طاقة يعني يبعث اشعة او موجات كهرومغناطيسية يعني يفقد شنو طاقة قل لولا وذا فقط طاقة رح يتخذ مسار حلزوني لذلك سوف يتخذ مسارا حلزونيا حلزونيا مقتربا من النوات فيسقط فيها وتنهار الذرة رذوري رذوري يلا 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 جاوبوني رذوري الالكترون مني يدور حول النوات يغير اتجاه حركته لا لا يغير ها يغير اتجاه حركته يغير اتجاه حركته زين زين رذوري اذا اغير ايش يدور بمسار دائر اش يمتلك يح يمتلك تعجيل مركزي تعجيل سنتر مركزي اتجاه قل لولا زين يعني الصار تقلهم صار شحنة معجلة قل لولا زين قل لولا الذوري احنا مو ماخذين بالفصل الرابع الشحنة الكهربائية المعجلة تبعث تبعث موجات كهرومغناطيسية موجات كهرومغناطيسية قلهم ايه قلوا لا يعني اش راح تفقد قلهم طاقة قلوا لزين اذا ظل يفقد طاقة يظل يفقد طاقة يظل يفقد طاقة يفقد طاقة يفقد طاقة يتخذ مسار شنو حلزوني فيسقط في النواة وتنهار الذرة يسقط وين في النواة وتنهار الذرة اذا عند دوران الالكترون حول النواة سوف يغير اتجاه حركته لذلك يصبح يمتلك تعجيل مركزي فيصبح شحنة معجلة ووفق النظرية الكهرومغناطيسية سوف يبعث موجات كهرومغناطيسية يعني يفقد طاقة لذلك يتخذ مسار حلزوني مقترب من النواة فيسقط في النواة وتنهار الذرة ذرة خلصا الالكترون سقط بالنواة انهارت الذرة يعني انت نظري تكفاش والذرة ما تنهار الذرة المفروض ما تنهار زيان باعوا شباب من نقول مسار حلزوني لازم نقول مقتربا من النواة ماكو مسار حلزوني مبتعد شوفوا المسار الحلزوني اكو مسار مقترب وكو مسار مبتعد واضح المسار الحلزوني نوعين اكو مقترب اكو احنا لازم شو نقول مولي يبتعد لا يقترب مقتربا من النواة زيان قلهم باعوا هي الشغلة بعد انداست قلو لازيان ما دام الشغلة انداست خلي اسالف لبقلبي اشتغلت عليها ذرة الهادروجين ليش ذرة الهادروجين لان هي ابسط نظام ذري هاي خلوه ببالكم بانه احنا اي تركيب ذري مش تغلي مش تغلي على ذرة الهادروجين لان هو اوسط نظام ذري زيان زيان اوكي فشلة النظرية هذا السبب الاول السبب الثاني شنو قللهم باعوا بما انه ذرة الهادروجين الالكترون الالكترون يبعث طاقة بما انه بما ان الالكترون يشع شنو طاقة لذلك فهو يمتلك طبعا هاي الالكترون ذرت منه الهادروجين تمام قلنا عشينا كله على الهادروجين يمتلك طيف مستمر اه رح ناخده ولا طياف طبعا يمتلك طيف مستمر يعني شنو يعني باعوا اذا جبت انبوبة ما الغازات وخليت الهادروجين يشع طاقة يعني سب سلاح تعرفون شون يشع طاقة تمام المهم رح يشع طاقة يعني طلي عنا فوتونات واضح هاي الفوتونات رح نقعد يعني ضوة ضوء رح نحللها بالموشور موشور او مطياف تمام المهم نحللها رح نحصل على الشاشة طيث قلهم يا بنوح هذا الطيف مستمر شوفوا اسمعوني ولكن وجدت الأبحاث أن طيث الهايدروجين هو طيث خطي وليس مستمر يعني شنو الفرق بين الطيف الخطي والمستمر تعالوا با شوفكم شنو الفرق هو شغال قال يا بنوح طيث ذرة الهايدروجين مستمر هذا مستمر تمام طيث ذرة الهايدروجين شبيه مستمر هذا المستمر لكن بعدين الدراسات من درسة طيث الهايدروجين تمام لقيتها خطي يعني شنو خطي هيش بيخطوط هذا الخط هذا البنص هاي لا سوأدو بيهيش خطوط لقيتها هيش يعني خطي وليس شنو مستمر إذن فشلة النظرية السببين السبب الأول لأن قال لهم مني دور الالكتروني دور غير تجاه حركته يفقد طاقة الآخرة تمام السبب الثاني قالوا بما أنه الالكتروني شع طاقة لذلك يمتلك طيف مستمر وبعدين لقوا مو طيفة مستمر طيفة خطي وهذا راح نأخذه ويانواع لأطياف وذكركم بيهي زيب الهنانة استخد لأهم أنا وبراد الفوت خلهم حايرين لأهم اللي مضالين على ثومسين ولا هو اللي نجحة نظريته يعني سوى خربها للذرة كلها وراح زيب ثومسين فشلة ثومسين وفشلة نظريته وياها زيب اجاهم السبع اجاهم البطل اللي هو نيلز بور اجاهم البطل مالتهم من هو نيلز بور العالم بور زيب بور التلميذ مال من ها ما راذرفورد ها يعني من استاذ بور راذرفورد وياه لولا اجاهم بور قافوا العليهم قلهم لكم تعالوا شنو لازمين استاذ ولي وراذورو شنو اخوكم الزغير راذوري شنو لازمي وتعالوا وتعالوا مادر ايش قلهم شنو شنو سالفتكم تعالوا وتتعالوا تعالوا يوم طيح عفتهم قلهم شنو فشلتوا لا نظريات استاذ صحيحة بس هو خطيئة معرف يجاوبكم انا راح اجيه يجاوبكم تلميذة يعني صانع الصانع ما الاسطة يطلع اسطة ونص يعني هذا عالم ونص زين فلذلك هنان راذور قفل العفو بور قفل عليهم قلهم استاذ صحيح وانت خطأ والذرة مش عطاقة وليلكت لانات الدور بمستويات محددة وقوم يصيح اقف شنو الظرة مش عطاقة لو احنا قلنا لو استاذك احنا سئلنا استاذك جاوب قلهم بابا استاذي ما عرف يجاوبكم انا راح يبدي اجاوبكم انا راح افهمكم زين استاذي ما عرف يجاوبكم انا راح افهمكم بس لا حد يحكي على استاذي ويقولش اسمي احب استاذي بابا اش قلهم جاب لهم ست نقاط انا لا ينطي جاب لهم مش قيل ست نقاط بابا اش قلهم نقطة ستة. أول نقطتين دفاعاً عن استاذه. دفاعاً عن استاذه. من استاذه رذوري. زي. دفاعاً عن استاذه رذوري. النقطة الثالثة باقية من ثومسين. باقية من ثومسين. أول نقطتين راح يدافع عن من يرد حق استاذه. النقطة الثالثة راح يبوك هم مين من ثومسين. النقطة الرابعة والخامسة راح يحتي على قوانين الذرة. قوانين منه الذرة. النقطة السادسة نقطة السادسة هي أصل الفصل. أصل الفصل الثامن. تمام؟ النقطة السادسة أصل الفصل الثامن. هسه راح مبلش بأول نقطة. ايش قلهم؟ قلهم لكم تعالوا. اتصالكم ساعة تحشون. باع باع اسمعوني اسمعوني. لا حدينا أنا راح أقولي النقطة الأولى أكملها. أحد ملعدكم ايفتح حلقي. قلهم بس كملها. وإحنا راح ناقشكم نقطة نقطة بس. قلهم ناقشون. ايش قد ما تريدون. قلهم بعض. قلهم الألكترونات. الألكترونات. تدور. تدور حول النواة. مثل ما قال استاذي. رادر فورد. تدور حول النواة. ولكن بمستويات طاقة محددة. دون يعني مستويات طاقة محددة. يعني آآ هذا المستوي اللي هذا ما الطاقة مالتة. تمام؟ دون أن تشع الذرة طاقة. دون أن يشع طاقة. قلهم لا حد ليحتي خلي كمل. ضعو. لا حد ليحتي. قلهم والألكترون. الألكترون. الذي يكون قريب من النواة سوف يمتلك طاقة واطئة. ذا لصفناه إنها المعلومة ممرة عليهم قبل. ولإشغال ها كلها نقطة دولة ترى. ولإشغال الألكترون في مستوى طاقة محدد. يجب أن يمتلك زخم وطاقة مناسبين لذلك المستوي. قلهم بس الأخ شون. يلا. قلهم لأولا تعال نقول لك بس باوا. قلهم لأس إحنا عدنا هاي النوات الموجبة حسب ما قال. أستاذ اك راذن فوردو حولي الألكترونات. كل له كل ماش قلوا ليه. هذني الألكترونات اللي جاي دورة. هناك. باش شوفوا شنون強ا طاقة مو هياتا شوفوه هياتا ده يقترب شوفوه 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 شيه ده يقترب. قلهم لأ. قلهم لكم هذا هاي أكثر من مستومات طاقة ومش عبانهم باعو. ومش عبانهم عبانهم هاذي هاذى الللكترون ده يقترب. ده يصير هناك. قلهم لا ولكم هذا الالكترون وهذا غير الالكترون. لعدانش قليت موانا جاوبتكم. قلت لكم والالكترون الذي يكون قريب من النوت سوف يمتلك طاقة واطئة. هذا الالكترون طاقته شنو? جال ليالكم بالفصل السابع. قلت لكم انسته اقعد قريب من ابوك. شبه طاقتك? واطئة. زين ابتعد عن ابوك. شبه طاقتك? عالي. مثلا. هاي طاقته اثنين اي في. وهالا طاقته اربعة اي في. مثلا. على سبيل المثال. ايش امثلة هاي من العدي. زين. قلهم كل الالكترون يدور بمدار المحدد. مايشع طاقة ابد. مايشع طاقة مستحيل. قلهم والالكترونات اللي تكون قريبه من النوات راح تمتلك طاقة واطئة. فأتوا عبالكم هذا الالكترون ده ينزل ده يصير هنا. لا. هذا الالكترون هذا غير الالكترون. واعبالكم اول نفس الالكترون. قلهم ولا زين. اه وشنو هاي اولا اشغال الالكترون. ها قلهم بعض. قلهم كل واحد يميت رجلية على قد دغطة. قلهم لا يعني شنو. قلهم كل واحد يعني لسا تقعدكم مثلا. قلنا نقول بانه هذا الالكترون اسمه جبار. جبار. وهذا الالكترون اسمه على سبيل المثال محمد. حمودي. وجبوري. باعوا. هذا الالكترون. حسنا خلنا نفرضتهم منعدكم اثنين واحد شي اسمه جبار وواحد اسمه محمد. جبار عنده الفين دينار. جبار. جبار عنده الفين دينار. ومحمد عنده اربعة الاف دينار. رادوا يروحون للمول. زين. يريدون اللعبون الالعاب هاية ما الالكترونية. زين. راحوا للمول. اكل لعبة بالفين. اكل لعبة باربعة. اكل لعبة بستة. اكل لعبة. فكل واحد يمد رجلية عاليمن على قد تغطى. يعني شلون. يعني جبار الدسكت الفين. يروح ياخذ الالفين ويلعب اللعبة امو الالفين. ما يقدر يلعب اللعبة امو الاربعة ما تكفي فلوسه. ومحمد ما يروح يلعب اللعبة امو الستة. يلعب اللعبة امو الاربعة. لان ما تكفي فلوسه. فكل واحد يلعب اللعبة على قد فلوسه. زين. أضرب لكم مثال ثاني واحد عدة خمس مئة مليون واحد عدة مئة مليون رادة ويشترون بيت أبو المئة مليون دور بيت دور مادر إيش منطقة زينة نقول مع المنطقة غالية تمام دور بيت دور بيت مالقم مئة مليون راح رجع المنطقة شوية خلين نقول خدماتها أقل زين منطقة خدماتها أقل فلذلك لقى بيت أبو مئة مليون زين وهذا أبو الخمس مئة مليون لا لقى بالمنطقة الراقي واضح؟ بيها خدمات وبيها أسواق وبيها كل شي واضح؟ زين فهايا لقى هذا اللي قدر يشتري وهذا ما قدر يشتري أبو الخمس مئة لأن هذا عدة مئة مليون فيروح يشتري بيت على قد المئة مليون مالته وهذا يشتري بيت على قد الخمس مئة مليون مالته فكل واحد قمت رجلية على قد اغطى واضح؟ زين شنو يعني؟ يعني الإلكترون مو كتع باع باع اسمعوني يعني ساي أول ما تكونت الذرة أجدت الإلكترونات تريد تقعد أجدت الإلكترونات لازمة سرة تريد تقعد تمام؟ قلنا مثلاً هذا ثنياً إيذي وهذا أربعة إيذي أجد الإلكترونات تريد تقعد مو تعال جيبوه قعد لعبوه لكو مهيتي يعني الإلكترون والله هذا خوش 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 منطقة قريبة عنه واتخلى قعده هنا لا مهيتي والله هاي عشاري خوش منطقة خلني قعده هنا مهيتي بابا مهيتي وياي يعني مو بكيف الإلكترون يعني الإلكترون مني قعده بمستوي مو مو بكيفة لعد أقو عمر عليا هيت اللي يسوي إلي هيت قاعدة شنو يعني مفتهمني حسب طاقته يعني شلون حسب زخمة لك بابا فهمني باعه يعني هنا أنا شنو يعني هنا أنا هذا الإلكترون سيقلو قلو لليك إتش قلت الطاقة مالتك قلو لهم اثنين إيفي قلو لك تعال قعد هنا يلا قعد هنا إذن الإلكترون اللي عندي ألفين دينار يروح يلعب باللعبة مولي ألفين دينار مثل جبار والإلكترون اللي عده أربعة آلاف دينار يروح يقعد باللعبة مولي أربعة آلاف دينار والإلكترون اللي عنده ستة آلاف مثلا هذا ألفين ألفين دينار يقعد باللعبة مولي ألفين زيلا والإلكترون اللي عده مثلا ستة آلاف دينار يروح يلعب باللعبة مولي ستة آلاف دينار واضح؟ فإن إشغال الالكترون في مستوى طاقة يجب أن يمتلك طاقة وزخم يعني كنت له سرعة مناسبين لذلك المستوي لازم عندك فلوس عندك مهارة إلى هاي اللعبة لعبها بالفين يا خالف عندك الفين تعرفت لعبها روح أقعد لعبها تمام؟ لعبهم الأربعة عندك الأربعة تعرفت لعبها للعبة روح لعبها للعبة فكل واحد لازم يمتلك شنو؟ فلوس ومهارة ولذلك هنا لازم يمتلك طاقة وزخم حتى يقعد بهذا المستوى وكيف يقعد؟ إذن الإلكترونات عندما تدور حول النواة بمستويات هذا مستوى واحد مال هذا يجي يعبر على هذا مستحيل مستحيل ألا أكو شي بره يجبري تمام؟ ينتقل من فوق لجوا فتشوي نجع عليه المهم فالإلكترون يدور حول النواة بمستويات طاقة دون إن يشع طاقة ما يشع طاقة أبد والإلكترون كل ما يقترب من النواة تكون طاقته واطئة وأن أشغال الإلكترون في مستوى طاقة معين يجب أن يمتلك طاقة وزخم مناسبة لذلك المستوى بعده قال بحار بعده قال بحار ما شوفه غليله على راذرفورد هو طلحن كله بس بعده بعده قال ما والله لا ذلك لهم بعض قال تعال لكم بعض الزرق لا تشع طاقة لأن الإلكترونات تدور بمستويات طاقة محددة قال له مفتهمني يعني شنو معنى معنىها عاد عليهم مرة الثاني ها يعني النقطة الأولى عاد أول شغلة عليهم ده أكد لهم خافتوا فشلتوا استاذي وقلتوا ليه شع طاقة وما أدري إيش تمام؟ لا الزرق مش شع طاقة هيا خلوها ببالكم الزرق لا تشع طاقة الزرق لا تشع طاقة لأن الإلكترونات تدور في مستويات طاقة محددة يعني عاد هاي الصيغة الأولى من النقطة الأولى تمام؟ أول جملة من النقطة الأولى سواها نقطة ثانية إذن أول نقطة هسا قال أنا ارتاحت يعني أنا دافعت عن استاذي واخذت حقه قال له ليه صح؟ مش شع طاقة قالوا ليه عافية مش شع طاقة إليك استاذي زيلا باوا عليهم قالهم النقطة الثالثة راح نبوغهم مين من ثومسين هو ثومسين ش عدة صح؟ ها أكو نقطة ثالثة ثومسين شنش يقول ثومسين؟ طبعاً أنا إني ثلاث نقاط ثومسين نقطة الأولى مصمتة فاشلة تتوزع على الإلكترونات هان فاشلة أكو نقطة ثالثة أنا عفيتها بالأخير على مدنكتب نسوي ثومسين شي يقول؟ يقول الذرة متعادلة كهربائياً إيوة بس هاي الصح عندي الذرة متعادلة كهربائياً هذا يجا باقيا من ثومسين هامس قال الذرة متعادلة كهربائياً يعني شلو متعادلة تعرفون يعني شلو متعادلة؟ يعني شحنة الألكترونات شحنة الألكترونات السالبة تساوي شحنة النوات الموجبة يعني الشحنة السالبة تساوي الشحنة الموجبة هاي سموها متعادلة شوفوا باعوا بور من العلماء اللي كلش اذكيا كان مو بس يكتشف لا كان يسهل الاكتشافات اللي قبله قلهم باعوا قدتوا راح تشتغلون بالذرة قلوا لأيه قلهم باعوا قلهم باعوا قلهم باعوا باعوا قالوا لأي قالهم حتى تحسبون الشحنات تروحون للقانون كولوم يعني عادة قانون كولوم يشتغل هذا اللي ما اخذيه بالثالث متوسط وحتى تحسبون القوى الميكانيكية تروحون للقانون نيوتن الثاني اللي ما اخذيه بالخامس علمي قالهم في مجال الذرة في مجال شنو الذرة يعني بالذرة يمكن شنو تطبيق قانون كولوم على الشحنات الكهربائية ها يعني الكهرباء منه رح نطبق عليها قانون كولوم بعد وقانون نيوتن الثاني نيوتن الثاني على القوى الميكانيكية القوى الميكانيكية نطبق عليها قانون منه ها يعني قالهم لاش يلونهم للذرة احنا نعرف كولوم كولوم ساوينا قانون القوى يساوينا ثابت التناسب ثابت التناسب في الشحنة الاولى في الشحنة الثانية على مربع البعد بين الشحنتين زيلا هذا قانون كولوم قانون نيوتن الثاني القوى تساوينا الكتلة في التعجيل طبعا ما هذا قانون كولوم مامات شوية بايقي من نيوتن المهم قانون الجذب العامة نيوتن يشبه قانون كولوم المهم يلا هس ان انا في مجال الذرة يمكن تطبيق قانون كولوم هذا اطبق عليمن على الشحنات الكهربائية وهذا اطبق عليمن على القوى الميكانيكية تمام زيلا قانون بمجال الذرة للدخول قانون عادي قانون نيوتن يشتغل وقانون كولوم هم يشتغل قانون نيوتن يشتغل كولوم اخذوا للكهرباء ونيوتن اخذوا للميكانيكي الله صادق طبعا ذلك ما مطلوبات معتكم واضح يعني هذلك القوانين صيغ الرياضية ما مطلوبة معتكم زيلا هاي في مجال الذرة يمكن تطبيق قانون كولوم على الشحنات الكهربائية ونيوتن الثاني على القوى الميكانيكية زيلا بعد هذا بالنسبة المن للنقطة الرابعة النقطة الخامسة هم مات بعدنا بقوانين الذرة نطعنا تلف قوانين كولوم ونيوتن الثاني والزخم يعني هم الالكترون الالكترون يمتلك زخما زاويا يمكن حسابه من هذا قانون الزخم الزاوي شنو رمز الزخم الزاوي الالن يساوي هس التوم مماخذين بالفصل السادس الزخم شنو قانون الزخم الكتلة في السرعة عفية الكتلة في السرعة هذا قانون الزخم بذاك كان اسمه بي زخم خطي ذاكي هذا زخم زاوي شنو يعني زاوي يعني دا يدوره بحركة دائرية يعني هاي مو حركته هاذا بعد ينهيك يتحرك منه هاي راح يصر عندنا شنو زاوي اللي هي هاي اوميجا تي تمام هاي باع هاي هذا اللي الالكترون راح يمتلك زخم زاوي بالنسبة علمه للزاوي مهم قلوا يا بطر الالكترون يمتلك زخم زاوي نقدر نطبق هذا القانون اللي هو الكتلة ما الالكترون في سرعة الالكترون في نصف قطر المدار يعني شنو يعني باعه يعني هذا نصف القطر الار نصف القطر ما المدار باوا قال لهم تعالوا وقلكم ترى هذا القانون صعب مو تطبيقة جلب المعلومات مالتا صعبة يعني شلون قال لهم كتلة الالكترون موجودة تسعبوين داعش في عشرة والسالب واحد وثلاثين موجودة قال لهم تعال شنو نحسب سرعة الالكترون صعبة قويت الحسب اكو يعني اكو معادلات تحسبها صعبة نصف قطر للمدار شلون لازم ندخل للذرة لنحسب نصف قطر هاي اما السالفة صعبة قال لهم هذا القانون صعب طبعا هذا القانون يساول في زيال كلاسيكية كلاسيكية قديمة سوت طبعا نبور هو من الميكانيكي الكمي من جماعة الميكانيكي الكمي يعني الفوق الالف وتسعمين زين قال لهم اللي عليك ترون امتلك زخم زاول نقدر نحسبه منانا بس قال لهم هذا صعب انا جدت لكم قانون غيره قال لهم شلون قال لهم او يمكن حسابه من مين بعض ال ان يساولني ان ان في شبيهة ان شبيهة ان اللي هي اتش اللي تشبه الان بالحروف منون اتش على اثنيين باي قلهم هذا القانون تقدرون تحسبون من عدengers زخم الزاول قالوا له الزين اوقف دقيقة هس الأتش والاثنيين باي قال لهم هذا اني كلهم ثوابت قالوا له 09 قالوا هايما ties ما يحتاج اكل شي تحسبون هذا اني كلهم ثوابت قالوا له أوكي قال لهم هذا الان هو رقم المدار بس يجيبون رقم المدار يعني شلون رقم المدار يعني تريدون زخمياء اللي كترون اللي موجودين بالمدار الأول قالوا لأ إيه قالوا متحطون هنا واحد قالوا ماذا تريدون المدار الثاني تحطون اثنين إذا الثالث حطون ثلاثة فهذا القانون كلش سهل أنا قلت لكم قلت لكم هو مو إجابة الاكتشاف إجابة حتى سهل الاكتشافات زياد أوكي هس إحنا أول خمس نقاط خلصناه شوف ذل هذا الحاج اللي حجيتها من البداية الحاج يستكلها بتشفه أو نص ربع تشفه وتشفه ونص بهاي النقطة هاي النقطة لتطلع من المحاضرة إذا معاجنة خابزة ما ردها أبد لا تطلعون تمام؟ يلا أصل الفصل الثامن الحاج اللي ما هو الفصل الثامن كله يحج على هاي النقطة زياد شنو هاي أستاذ هاي النقطة؟ باعو نحن نعرف الذرة الذرة بها مستويات طاقة مستوى الطاقة الأول مستوى الطاقة الثاني الثالث ينوم خلنا نحشي ساعة لاثنين هذا الأرضي يعني الأرضي أو المستقر المستوى الأرضي أو المستقر هذا المستوى المتهيج المتهيج يعني الالكترونات من تكون هنا تكون الذرة بحالة تهيج المهم الالكترون قاعد في أمان الله هنا ما عنده شي جاء فوتون شي جاء فوتون يعني طاقة جدت طاقة فوتون أوكي جاء فوتون شباب يجي كل دماغكم خلايا خلوه هنا وياي باعه جاء فوتون قام هذا الالكترون صعد لفوق يعني جدت طاقة صار طاقة طاقته أعلى فصعد المستوى الأعلى أوكي قام هذا الالكترون وصعد وين فوق من صعد فوق من صعد فوق الذرة صارت عصبية يعني هنا الذرة أصبحت في حالة تهيج يعني صارت متهيجة عصبية شلون واحد من الالكترون وتصعت إحنا غير نشبع المستويات الداخلية فقالت لك انزل انزل لا أطلعك بتشلق خارج الذرة يلا انزل فهلا قاموا شنو ونزل خاف من الذرة قاموا ونزل تمام لأن الذرة دائما تميل إلى شنو الاستقرار لذلك يهبط الالكترون من فوق لجوه ها من راح ينزل راح يبعث فوتون شو راح يبعث فوتون فوتون هذا طاقة الفوتون اللي هي الـ HF الطاقة فرق الطاقة بين المستويين يعني يتناقص ايوان تطلع لطاقة الفوتون يعني سهلة الالكترون يجي فوتون يصعد والذرة تصبح بحالة تهيج وبعدين ينزل بعض الفوتون بس بس ها القستاذ سهلة هاي سالفعات يعني باع هي سهلة مو صعبة بس مهمة عندما يكتسب الالكترون كمن من الطاقة او يكتسب فوتون سوف يرتفع من المستوى الارضي او المستوى المستقر الى المستوى الاعلى فتصبح الذرة في حالة تهيج ثم تميل الذرة الى الاستقرار فيهبط احد الالكترونات من المستويات العليا للمستوى الارضي فيبعث فوتون وان طاقة هذا الفوتون هو فرق الطاقة بين المستوين ما راح اكتبه راح اعيده يلا وياي يحشو ياي عندما يكتسب الالكترون كمن من الطاقة او فوتون يكتسب فوتون طاقة فوتون او كمن من الطاقة نفس الشي سوف ينتقل من المستوى الارضي للمستوى الاعلى من المستوى الارضي للمستوى الاعلى او المستوى المتهيج كيفكم سموا مستقر ومتهيج أرضي وأعلى بكيفكم مهم سوف ينتقل إلى المستوى الأعلى أو المستوى المتهيج فتصبح الذرة في حالة تهيج فتميل الذرة إلى الاستقرار فيهبط مباشرة أحد ألكترونات المستويات العليا للمستوى الأرضي فيبعث فوتون وأن طاقة هذا الفوتون هو فرق الطاقة بين المستوين زين باعه أسرع أنا راح أدعو شنو عوفه آي اليوم ما عوفه إلا يشوف الصخة تفسخ بس كبه ينبي شوي طبعا هذا من ينزل مع بالكم يعني يبقى هواي فوق لا يبقى تقريبا عشرة والسالة بثمانية سكند يعني شنو يعني وقت كلش قليل مباشرة ينزل يعني مع بالكم يبقى هاي هاي خلوا ببالكم السالة فبإنه مو ولا والله راح يتأخل لا صعد رأسا ذرة تنزل واحد بدالة أو هو تنزل نفسه زين خلنا نرجع عشرة السالة جبار وحمودي باعه هاي الزرة هاي النوات وهاي منه الالكترونات الدور حول النوات اسمعوني جبار هنا قاعد هذا من هو جبار وهذا محمد تمام هذا محمد أوكي هذا جبار ومحمد زين جبار ليش قاعد هنا ليل عده الفين عده طاقة اثنين وحمد يش قاعد هنا ليل طاقته اربعة ايذي فكل واحد شنو كل واحد يقعد بالمستوي اللي علقت طاقته قاعد يقول لي تمام هاي افتهمناه فوق اوكي شوية وياي الله سبحانه وتعالى وفق منه وفق جبار قام اجاه شنو اجاه تشي فوتون طاير ما يدرم مين اجاه فوتون شي اجاه فوتون زين طاقة هذا الفوتون اثنين ايذي مثلا هالا ارقام قلت لك من عندي زين طاقة هذا الفوتون اثنين ايذي جبار هو جد عده اثنين ايذي وجاه اثنين ايذي صار اربعة ايذي باوا على ذول اللي بصفة قلوا لكم انا بعد التوم ومن وستواي انا صرت اربعة قوم يا جبار وصعد بصف محمد قوم يا جبار وصعد بصف محمد جبار يستوي صعد بصف من بصف محمد اذا محمد وهذا جبار محمد باوا على جبار قلوا لك جبار اشو جيت يمي قالوا لكم انا صرت بالمستواك انا يعيك نفس المستوى اتا اربعة وانا اربعة يعني بعد هذا مو مستواي ما قعد هنا زين قلوا لكم امحمد باوا على جبار قلوا لكم الذرة صارت عصبية ولكم نقامت الصيع علينا قلوا لك جبار ايذي انزل قالوا والله وانزل اش يكت انزل شن انزل شن غير انا مستوى يا اربعة شن انزل على اساس انزل انا مستوايا. قل لو لك مو هذا الغلاف الجوه. هذا مو شبع. والذره تعرف لازم الدار الجوه يلا تطلع الفوق. لازم يشبع مستويات الداخلية يلا تطلع البره. قل له انا شو عليه. زين. جون الذره قامت وصال لك جبار. لك انزل. قلت له والله ما انزل. شنه انزل? ما انزل يمه ما انزل. قلت له جبار تنزل لا طي احظك. قل له انا شو ينزل? ما انزل غيراني مستوايا اربعة شنه السالفة اشو تدارين علي. غيرتو غيراني اثنين وجاتني اثنين صاعد اربعة الله وفق له وصعدت. شنه دا تنزلون انتو. قلت لك جبار. هاي مني ايه ذره. قلت لك جبار. تنزل لا ادف ونك وطلعك خارج ايه ذره. اسه اطردك من يمي من بيتي. نحن لا يومي. لا راح انزل. صدرك جديد. راح انزل. اه اه. زي. اعلى من هو? محمد. قام جبار ونزل. اعلى محمد. جبار شنه? نزل. جبار دا ينزل? قل له اولا ما تدخل انت هنا اولا. قل له ليش? قل له انت مستواك اربعة واحنا اثنين. اهو شنو السالفة? شنو مستوايا اربعة? قل له تا موعدك اربعة? قل لهم ايه? قل لهم احنا احنا منقعدك هنا اولا تمتلك اثنين. اولا صارحالك منحاني. عامو دمشي الخشمك علينا. دقوم يا جبار هو جيل عدة اربعة. دقوم وط اثنين. نزل جبار. نزل. نط اثنين. نط اثنين اي في. عامو دي ظل عدة شنوه? اثنين اي في عامو ديقدر يقعد بهذا المستوي. اه. هاي الاثنين الاي في اللي معثة? هو هذا الفوتون. زين دقيقة. احنا ش مدري هنا اثنين اي في? راح تقول لي استاذ. غير هذا اربعة وهذا اثنين? راح اقول لك ايه? راح تقول لي يعني هذا اربعة ناقص اثنين يطلع اثنين. يعني شنو معناها? شون طلعنا هاي الطاقة مع الفوتون? فرق الطاقة بين المستوين. شون طلعنا هاي الطاقة هاي? شون طلعنا هان اثنين اي في? شون طلعنا طاقة الاتش اف? الاتش اف يعني طاقة الفوتون. شون طلعنا طاقة الفوتون? قلنا الطاقة العليا الاربعة ناقص الطاقة السفلة الاثنين تطلع طاقة الفوتون اللي هو امبعث. فهاي هي السالفة. هاي بعد ما اعتقد يعني اكو ابسط من هذا الشي. ضعوا. جبار جدت طاقة. صار اربعة. صعد للمستوى الفوق. محمد قال له بابا تنزل. قال له وانزل. جدت الذرة قامت صحيح على جبار. المهم جبار احشاي منا احشاي منا نزل جبار. من نزل جبار جبار اربعة. ولازم ينزل اثنين. فالسوه هو اربعة. نزل اثنين وبعث اثنين. هذا البعثة هو الفوتون. شغلنا بهذا الفصل كله على هذا الفوتون. شغلنا بالفصل كله على اليمن. على هذا الفوتون. واضح? احنا هسا راح نشتغل على اليمن على هذا الفوتون. الاطياف راح ندرسه على هذا الفوتون. الليزر هو نفسه هذا الفوتون. واضح? زين. بما انه احنا دا نشتغل على طيف ذرة الهادروجين. على الهادروجين. فلازم ناخذ سلاسل طيف الهادروجين. خلنا اخذه. يلا شباب. راح ناخذ هسا سلاسل طيف ذرة الهادروجين. اه عد الهادروجين خمس سلاسل للاطياف. خمس سلاسل. اول سلسلة اولاً سلسلة لايمان. لايمان. ما تقولوا لي ايمان? لايمان. سلسلة لايمان. مزيل. لازم تحفظوهن بالسرة. ممنوع مخربط. لازم تعددوهن بالسرة. سلسلة لايمان. سلسلة بالمر. سلسلت باشن. باشن. سلسلت ابراكت. ابراكت. سلسلت فوند. فوند. لازم بالسرة. لايمان. وراي وراي. عدو. لايمان. 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 بالمر. 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 باشن. باشن باشن براكت 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 فوند 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 عيدوني سا خمسة لايمان لايمان بالمر بالمر باشن باشن براكت فوند يلا سا خمسة نعسر لايمان بالمر باشن براكت فوند لايمان بارما، باشن، براكتفون، لايمن، بارما، رواشن، براكتفون، والآخرين. هسه شنو؟ لازم؟ اتعجون بهن. زينا. شوف شون نحفظهن؟ باعو. نقول لي لا بابا، لا بابا، أبرافو. لا بابا، أبرافو. شنو هان؟ لا بابا، أبرافو. اللا معناها لايمن، لايمن، زينا. بالمار، بالمار، باشن، باشن، براكت، براكت، فوند، فوند، إذا لا بابا، أبرافو. لايمن، بالمار، باشن، أبراكت، فوند، زينا. هسه حفظناها. خلني اجي نفتهي منه. زينا. مستويات الطاقة، هواي مستويات، هنقول هذا المستوى الأول، الإيوان، هذا المستوى الثاني، الإي تو، هذا المستوى الثالث، الإي ثري، هذا المستوى الرابع، الإي فور، هذا المستوى الخامس، وهذا المستوى، هل تلاحظون؟ هل تلاحظون؟ هل تلاحظون بأنه كل ما جاي نرتفع، نبتعد، جاي المستويات الداخل، هيا خدناها بالفصل السابع، المستويات الثانوية، والمستويات كل ما نبتعد عن النواة الداخل مع بعضها البعض، صح؟ بداية الفصل السابع، مهم. أشوك تحصل على سلسلة لايمان؟ عند انتقال الألكترون من المستويات العليا، 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 للمستوي الأول، هذا نحصل على لايمان، هاي يسموه سلسلة طيف لايمان، هاي شي يسموه سلسلة طيف لايمان، عند انتقال الالكترون من المستويات العليا للمستوى الأول هذا يسمون لايما زين هذا الرسم مطلوب؟ لا ما مطلوب من أعتكم بعد أنا الف مرة أقال لكم الرسم المطلوب أقول لكم هذا مطلوب زين بعد عند انتقال الالكترون من المستويات العليا للمستوى الثاني عند انتقال الالكترون من المستويات العليا للمستوى الثاني عند انتقال الالكترون من المستويات العليا للمستوى الثاني راح نحصل على سلسلة بالمر ها زيان عند انتقال الالكترون من المستويات العليا من المستويات العليا للمستوى الثالث ليش قلت يكون حنظوهم بالسراي ثالث من هو باشن باشن عند انتقال الالكترون من المستويات العليا من المستويات العليا للمستوي الرابع الرابع من هو؟ براكت حصل على طيف براكت عند انتقال الالكترون من المستويات العليا للمستوي الخامس نحصل على طيف طبعاً أكون بعد هنا وهو هاي مستويات تمام؟ بس خاف منذ نحن تمام؟ فونت يلا إذن بعض أسه كل واحد بيهم راح نشوف الأشعة ماتة شو تكون؟ طبيعة ترددات ماتة طبيعة تردداته كل واحد بيهم راح نشوف مدى تردداته بعض إذا تذكرون بالفصل السادس تذكرون منقسمنا الطول الموجه لا تذقسم وكذا قلنا شيطان وإنسان وملائكة هاي شعة تحت الحمراء وهاي مرئية وهاي فوق البنفسجية عدنا خمسة شخاص واحد اسمه لايمان واحد اسمه بالمر وباشنو براكت وفونت بعض لايمان يعني هون اسمه لايمان يعني إيمان وتقوى هذا من الإيمان مالته واصل مرحلة الملائكة فلذلك الطيف مالته وين يكون لايمان يعني مدد ترددات ماتة ش تكون فوق البنفسجية من اسمه لايمان يعني هي الملائكة فوق البنفسجية واضح؟ زين بالمار هذا كل شيء إنسان محترم وورع وخاف الله ويصلي ويصوم ويزكي وكل شيء يسوي تمام؟ هذا إنسان دره مال الله هذا بحيث هو إنسان بس هلقد ما العالم تحبه واصل مرحلة الملائكة وياي لولا فهنان هذا من هو بالمار 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 هو إنسان بس شنو؟ بمقام الملائكة يعني شلون؟ يعني شنو معناها؟ يعني تمتد الأشعة عمال تمين من المرئية إلى فوق البنفسجية بينما ذولي باشن وبراكت وفوند ذولي الله مطيحظهم وكل خير ما بيهم ذولي شياطين كلاوشية باشن وبراكت وفوند كمام؟ ذولي كلهم تحت الحمراء ذولي ما ما عدهم صاحب صديق ذولي كلهم بجهنم وبيس المصير باعوا هس شراح نقول؟ هناني الأشعة عمالتي لايمان فوق البنفسجية ها طبعا هاي لكم هاي عمود أذكركم بالسالفة تمام؟ هناني مدى مدى تردداته فوق البنفسجية يعني ما نقدر نشوفها لا غير مرئية زين بينما بالمار بالمار الترددات مالتي تمتد من المنطقة المرئية إلى فوق البنفسجية يعني يعني أكو جزء نشوفه وكو جزء ما نشوفه بينما ذولي الكلاوتشية التلاثة ذولي كلهم تحت الحمراء وتحت الحمراء أشبيها غير مرئية غير مرئية زين هس شراح أقولكم؟ زين تعالوا عرفون سلسلة لايمان هاي أحى سلاصل طيف ذرة الهادروجين ونحصل عليه عند انتقال الألكترونات من المستويات العليا للمستوى الأول ومدى تردداته فوق البنفسجية غير مرئية زين عرفوا بالمر هو أحس سلسلة طيف ذرة الهادروجين ونحصل عليه عند انتقال الألكترونات من المستويات العليا للمستوى الثاني ومدى تردداته من المنطقة المرئية لفوق البنفسجية زين باشر هو أحس سلسلة طيف ذرة الهادروجين. ونحصل عليه عند انتقال الالكترون من المستويات العليا للمستوى الثالث. ويكون طبيعة اشعاعه او مدى تردداته تحت الحمراء غير مرئية. ابراكت للمستوى الرابع. غير مرئية تحت الحمراء. فوند للمستوى الخامس. غير مرئية تحت الحمراء. قارن بين لايمان وبالمر وباشن. قارن بين لايمان وفوند. تعريف اي مقارنة انت جيت عارف. واضح? ها هي سلاسل طيف ذرة الهادروجيا. عنا متعرفون بانه شنو يعني سلاسل يعني اه هاي الالوان اللي جا تطلع هنانا الطيف بسلاسل. السلسلة الاولى سموها لايمان. بالمر باشن براكت فوت. اوكي. اخر شي شباب عندنا اليوم. شنو احنا راح اسا نبدي بالاطياف. راح نبلش بيمن بالاطياف. زين هي شنية الاطياف? وليش راح ندرس الاطياف? زين? وشنو مصادر الاطياف? الاطياف هي سلسلة من الترددات او الاطوال الموجية الناتجة من التحليل الضوء الابيض. اي ما اخذيها احنا. بس احنا بالفصل الرابع او الخامس. ماخذين الطيف. عرف الطيف الكهرومغناطيسي. او تقريبا نفس التعريب بس هناك ذاك اسمه طيف الكهرومغناطيسي. هنانا الاطياف بصورة عامة. واضح? فيميزوا بين التعاريف. هنانا شنو اطياف? هو سلسلة من الترددات الناتجة من تحليل الضوء. الابيض. بواسطة المطياف. شنو مطياف مثل الموشور? او بواسطة الموشور عادي. يقول موشور مطياف لفس الشي. اوكي. هذا هو الاطياف. الاطياف هي سلسلة من الترددات. يعني مجموعة من الالوان. ويا احنا قلنا عيب بعد نقول مجموعة من الالوان. نقول تردد بدال اللون. فهو مجموعة من الالوان. زين. زين احنا شنو الاهمية من دراسة الاطياف. ليش راح ندرس الاطياف? ما اهمية دراسة الاطياف? شنو الاهمية من دراسة الاطياف? احنا ليش راح ندرس الاطياف? ها باعوا. الاطياف راح ندرسها. وذلك لمعرفة التركيب الذري والجزيئي. لعنصر او لبلورة معينة او لعنصر معين او لمادة معينة. شلون بالله? وذلك من تحليل الضوء الصادر منها. ما افتهمني. مثلا على سبيل المثال خلي نضرب مثال مثلا. هذا خلي نقول. هذا خلي نقول بانه اه مادة ما اعرفة من من يا ذرات متكونة. باش قلت لي? راح تلعود مالتنا. اللي هو كبير ما ذرات. ابو الكيمية. نا قلنا له ابو الكيمية عيني استاذ. احنا هاي مادة ما اعرف امين مصنوعة من يا ذرات. ما اعرف. هادروجين الصوديون ما اعرف. با وعد شان قال. جيبها. انا اعرف. انا شلون بالله? زي. كان يقول اه سهلة. انا شلون? قال يابا اه نجيب محاليل ونسوي كواشف واذا ان شغلات وهي مشاغلات مالي كبار ما اعرفون بي. قامي عندي اللي بنفسي. نالي الله. يا النادر. يلا روح. هاك. اخذ النا ونسوي النا. قال نالي شو اه شو قيت اطول? قال يعني اسبوع وتعالو. اشتعوها امي. او او وشيس. اشتعوها. شاني قال. والله ما يعجبكم وبكيفكم. دي اجيبها الله يعوزنا عليها الكيميه. احنا اخذناه وروحنا لابو الفيزياء. ايه كمن ابو كيميا؟ اكيد. ومادر الي اشعله الكيميا. واخوه كيفية كافية. باعه. باعه. ورحنا لابو الفيزياء jeśli ابل فيزياء Аبل فيزياء. قلنالي يا ابا? هذا اريد finta نعرف من يا ذرة. قال رحت العالي الكيمياء. قال قال رحنا بعالي بس ايه قال لي اطوي قال لي شقيت اسبوع قال لي شن اسبوع هس دقيقتي لا نعرف اه اه غربوا الفيزيواني با قلهم اذا كما موعدهم الجدول الدوري قلنا لايه قال احنا همعدنا جدول الاطياف كل عنصر وبعد والاطياف مالتي يعني مثلا الهايدروجين مكتوب احمر اخضر نيلي بنفسجي زين يناله زين شن اسبوع يا لسه دقيقة مثلا الصوديوم بنكتوب خطين اصفرين ناله تمام قالوا هكذا باقي العناصر زين ناله اوكي شوفوا احنا سوينه سوه بالفيزيو جاب ساقين من الكاربون قوسين من الكاربون اقواس كاربونية جاب شنو اقواس كاربونية جاب قوسين من الكاربون خلي هاي المادة بين ذني القوسين طبعا القوسين كاربونية وكهربائية اذني متصلات بالكهرباء منا ومنا تمام المهم جاب اقواس كاربونية عشو هاي بده تتبخر تبخر 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 هاي قامت اطلع شنو مثل البخار وهاي يعني حمد 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 مثلو تو Hanukui بيطلع من عيدها شنو ضو نالهش ده سوي قال ده جيبهوا الموشور حطوه قدام لذوه جيبن للموشور غزي قالها مو قامت تتبخر نالي قال جيبوا الموشور حطوا قدام لذوه خلوه قدام لذوه طلع طيف قال يالأون طلع قلب نالأ طلع عن خطينا نصفر قلبون Hablan هذا من الصاد يوم واضح؟ زين قال واذا طلع احمر واخذ النيل بنمسك قال ها من الهيدروجين واذا طلع فلان شي فلان دارة واذا طلع فلان لون فلان دارة قال شوفت اعتزب الكيميا بابا زين فهنا انا وذلك لمعرفة وذلك لمعرفة التركيب الذري والجزيئي شلون؟ من تحليل الضوء الصادر بداء زين شو مصادر الطاقة؟ مصادر الطاقة المستخدمة لدراسة الاطياف مصادر الطاقة عندنا مصدرين مصادر حرارية مصادر حرارة طبعا انا وزارية جاية تثمرات ماذا اربعة مصادر حرارية ومصادر تعتمد على التفريغ الكهربائي خلال الغازات مصادر حرارية ومصادر تعتمد على التفريغ الكهربائي خلال الغازات شلو مصادر حرارية؟ مثل الشمس الشمس مصدر حراري يعني شنو؟ يعني الشمس من ترتفع ليش تلتطين اضوه؟ لان مرتفع درجة حرارتها مثلا المصباح التنكستن مثل هاي الاقواس الكاربونية هذن يكونوا مصادر حرارية هاي المواد من ترتفع درجة حرارة الشعضو ضوء تمام؟ اذن مصادر حرارية تشعضو عنده ارتفاع درجة حرارتها مثل يشقلنا الشمس الشمس حمت وقامت تبفت ضوء مصباح التنكستن تنكستن التنكستن مصباح التنكستن مصباح التنكستن شنو؟ هاي ما الداتا شو ما العرضه سينمائي هذا الجلوب اللي يطلع من عنده الصورة هذا الداتا شو تمام؟ اللي يطلع الصورة نعرضها على صبورة وفتشي تمام؟ هذا الـ Data Show هذا المصباح مالتي هذا يسمو مصباح التنكستن هذا اللي يطلع الصورة هذا اول ما تجون يعني بداية حرارة بي شوية بعدين تجون يوشوي تمام؟ هذا المصباح لأن كل ما ترتفع درجة حرارتي شعضو هذا يسمو مصباح التنكستن بعد الأقواس الكاربونية الأقواس الكاربونية أو الكهربائية اللي إيش إحنا سوينا بها هذا إذن هاي مصادر حرارية عشون مصادر هاي متر تفع درجة حرارة الشعب هو زين أوكي ومصادر تعتمد على تفريغ الكهربائي خلال الغازات مثل نابيب التفريغ الكهربائي خلال الغازات تحت ضغط مو نخفف مو نخفف أو ضغط اعتيادها معادي مو مشكلة مهم شنو غازة باعو السحنة هاذا عدنا أنبوبة تفريغ الغازات هاي الأنبوبة اللي يحطون بها الغازات مثلا بيه غاز الهادروجين على سبيل المثال شلونة حارش بغاز الهادروجين شلونة حارش بغاز الهادروجين راح شا سوي راح ربطة بمصدر للطاقة ربطة بمصدر شنو للطاقة فباعو هاذا مرح يربط بمصدر الطاقة راح تتفرغ الكهرباء بالذرة راح تتفرغ شنو الكهرباء بالذرة الذرة راح يصير بحالة تهيج وياي لو لا الذرة راح يصير بحالة تهيج فتميل المن للاستقرار فتبعث شنو تبعث فوتون ها فهذا راح يبعث شنوة فوتون هاذ الفوتون راح حللة واعرف شنو المحاضرة الجار راح ناخذ الأطياف بالتفصيل يلا باي باي موسيقى موسيقى موسيقى